يعمل السيد بكنون حسين الساكن ببلدية بن عيسي دائرة بني دولة في طربية الأبقار بكل محبه النشاط خاصة بعد استفادته من قرض بنكي سنة 1994 لكن الزيادات التي شهدتها أسعار أهلاف المسجية في الآونة الآخرة صعوبة من عمل السيد بكنون الذي أصبح يبيع موشيه واحدا تلو الآخر صعوبة التضاريس وارتفاع سير الأهلاف وكذين أعدام العمال زادوا من استيعام ربي الماشية في الجبال هذا وقد نشد في اللحو المناطق الجبالية السلطات لأعادة النظر في أسعار الآلف وتخفيضها أو زيادة سير الحليب لضمان استمارة طربية الأبقار خاصة أنها مصدر رزق العديد من العائلات ترجمة نانسي قنقر